الحمد لله ربعا سمع سبعا بلا عمد ونزق الأراضين مثلهم على من الجمل وأرسل جبال فرقهن لهن وتد وهو أحمّ علينا من الأمر والد والصلاة والسلام الأثمان الأمنان على الآشمي القرشي المطلبي العدنان خير من ركب الخوادي وأبر من دعا بالنوادي وفاق ليوسى العوادي يا رب صل على النبي وآله ما كوكب لا قا كوكبا يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب صل على النبي وآله ما أمى الزوار مسجد طيبتا صل على من تدخلون بهذه دار السلامة تبلغون المطلبة صل على من ظللته غمامة والجذحن وناصر في الصبع يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكل والفاروق عمر وذنورين عثمان وأبي السبطين علي الكرار وعن تمام العشرة مبشرين بالجنان وأصحاب الشجرة وبيعة الرضوان وعن زوجات النبي العدنان وتمام الصحابة والتابعين وعن معهم بإحسان إلى يوم المآل وهذا مجلسٌ اثنيني في دراسة الأربعون النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ستين وسبعين وستمائة من إزغة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولازلنا في الحديث الأول الذي عنونناه أهل العلم بقولهم جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يجيب هذا الحديث الذي جمع الإسلام والدين كله ونحن الآن بصدد الكلام عن أركان الإيمان الستة الإيمان أأمن ثم قُلِبت الهمزة ياءً والأصل فيه كما قال بعض أهل العلم لغةً هو التصديق وشرعًا إنما هو قولٌ باللسان واعتقادٌ بالجنان وعملٌ بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه هي عقيدتنا في الإيمان نعيد مرةً أخرى حتى ننجو من قول الجهمية والمعتزلة وننجو من قول الخوارج وننجو من قول المرجئة والكرامية والكلابية والماتوريدية وغيرهم من أصحاب الفرق والنحر الباطلة احفظ هذا يا أيها المسلم فإذا سُلِت ما هو الإيمان قل هو قولٌ باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وهو اعتقادٌ بالجنان اعتقادٌ جازمٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح والأركان فما ذكر الإيمان إلا وقرن بالعمل فإن العمل يدخل في مسمَّى الإيمان ولا يخرج العمل من مسمَّى الإيمان كما قال المرجئة ما معنى المرجئة أنهم يقولون أن الناس كلهم على إيمان جبرايل وميكايل وإسرافيل ظنم أنه نطقه بلسانه فلا يضره بعد ذلك ما عمل نقول أخطأتم وقلتم العجر والبجر وألقمتم الحجر فإن الله عز وجل في كتابه ما قال إن الذين آمنوا إلا وقال وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين هنا بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه عمل ولا ما هي عمل قرنت بماذا؟ قرنت بالإيمان فلا يخرج العمل من مسمَّى الإيمان نعتقده بقلبنا نقوله بلساننا تعمله جوارحنا ويزيد وينقص قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا والذين اهتدوا زدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى هذا كله يوضح أنه ما كان يزيد فإنه ينقص وكما صح من حديث أنس عند البخاري في كتاب الإيمان باب ثلاثة من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان فإذا كان الشيء يكون حالياً فإنه يكون حامضاً والحلاوة زيادة والحموضة نقصان فكل هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص هذه أشياء مهمة جداً أركان الإيمان جمعتها الآية 177 في سورة البقرة قال الله عز وجل ليس البر أي ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المسرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على عبيه ذو القرب إلى آخر الآية ثم كان القدر لعظم أمره خص بآية مستقلة قال ربنا عز وجل في سورة القمر ربما تسعة واربعين أظن الله أعلم إن كل شيء خلقناه خلقناه بقدر وأيضاً هذا الحديث الذي بين يدينا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأركان للإيمان فجمعها ثم أفرد القدر بجملة جديدة ثامة كمصدر مؤول قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وكيف نؤمن بالله نؤمن بأنه هو الله الأسماء العسن وأنه له الصفات العلم وأنه مستو على عرشه وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء ورازق كل شيء ومدبر أمر كل شيء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إن كان مقداره خمسين ألف سنة قال ربنا تبارك وتعالى الرحمن وعلى العرش استوى قال الله عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ قال الله عز وجل إن الذين يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ كريم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد لذلك ينبغي أيها المباركون أن نعظم قدر الله عز وجل في قلوبنا ولو عظم الناس قدر رب في قلوبهم ما تحرَّكوا بريبة ولا تحرَّكوا بذنب لا في خلوة ولا في جلوة ولذلك إذا ما حدَّذتك النفس بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها يا نفس إن الذي برأ الظلام يراني يا من يرى مدَّ البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مخ عظامها من خلف ذلك الجسم النُحَّل فاغفر لنا يا ربنا ما كان من ذنبٍ في الزمان الأول ونؤمن بقول ربنا تبارك وتعالى الآية الخامسة والعشرون في سورة الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ لَنُحْي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا نَفْ أَعْبُدُونَ وفي سورة الزهريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي يُوَحْحِدُونَ ومعنى كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللممينة والممينة سورة محمد عليه الصلاة والسلام أي بواب عليها البخاري في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل لا إله إلا الله أي لا معبودة بحقٍ إلا الله أن تؤمن بالله وملائكته الملائكة مخلوقات خُلِغت من نور لا يأكلون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يتغوَّطون ويفعلون ما يُؤمَّرون خلق الله جبراهيل فوكله بالوحي وخلق ميكايل فوكله بالقطر وخلق إسرافيل فوكله بالنفخ في الصور وخلق ملك الموت ووكله بقرض أرواحه الناس جميعاً وهكذا ويخلق ربك ما يشاء ويختار وليس من الصحيح تلك التسمية على القول الراجح من كلام أهل العلم يسمِّ ابنته ملك أو ملات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويُسألون واتخذوا له من عباده جُسأة يعني جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلهم هم الإناث هم الملائكة دولهم إيش؟ الإناث ثم بعد ذلك أتت هذه البلوة فجُعل كل إعصار يُسمَّ باسم أُنثى إعصار تشابيلا إعصار كذا إعصار كذا إعصار كلياري ونحن نقول إن هذه الأعاصيق ما هي إلا عبارة عن مخلوقات من الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فلا ينبغي أن تُسمَّ هذه الأعاصير بأسماء ماذا؟ بأسماء الإناث والله عز وجل يُشكِّم الملائكة كيف ما شاء فيأتي الملك على صورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها ستمئة جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب حمزة بن عبد المطلب كما عند الدار قطني وعند البيهقي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أرى جبريل على صورتي والنبي ما رأى جبريل على صورتي إلا مرتين مرة في التنزيل في غار حراء ومرة لما كان في رحلة المعراج وزاد بعض أهل العلم مرة ثالثة قال لما أبطأ الوحي عنه ثلاثين يوما ثم نزل بسورة الضحى وبقول ربنا عز وجل وما نتنزل إلا بأمن ربك لكن هذه فيها مقاد لكن ما ورد فعلا هما هاتان هما هاتان الحادثتان فهذه ستمئة جناح قال أريد أن أرى جبريل قال إنك لا تطيق يا عمّا قال فلأرينك طرف جناحه فلما رأى حمزة رضي الله عنه وأرضى طرف جناح جبريل خرم الصائحا مغشيا عليه وقال لا أسألك بعد ذلك شيئا يا رسول الله الله أكبر وما أسألك بعد ذلك شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا ماذا هذا طرف جناح من طرف جناح جبريل عليه السلام والله عز وجل يقول فجعلنا عاليها رقم السيارة كم؟ جيمس رقمها كملونها أي شيء حبيب سيارة جيمس يخوى لونها كحلي من وقف يسد على أخيه فرجاء يخرج لكي يزيح السيارة من طريق الناس سيارة جيمس فورد كحلية اللون تصر النظرين ينبغي لصاحبها وقائدها وباري قوسها وسائق مقودها أن يخرج الآن مأجورا غير مأزور لكي يفرج على الناس سيارة جبريل مرة ثانية فاصل ونواصل فالله يجيب حول الأفكار مرة ثانية أي انت الربشة يؤثر على طول أي طيب نرجع يجاك الله قال لا أسألك بعد ذلك شيئا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك رب العزيز يقول أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفو الله عنها فينبغي للمسلم دائما أن لا يتبجح بالسؤال إلا فيما ينفعه وفيما يصلحه دائما أخي الحبيب اسأل عما ينفعه يأتي بعض الناس يقول لك يا شيخ أي يقول لك لما آدم تزود حواء كم كان المهر أنا ما كنت المأذون إزاك الله ما كنت مملك بعد أشياء بلاية لو صبت على الأيام صرنا ليالية إذن ينبغي أن تسأل عن حالك إذا ما تعرف كيف تتوضى تروح تقول لي آدم وحواء يا شيخ هل فعلا آدم نزل في الهند وحوى نزلت في عرفة أو العكس ثم التقيا في الحج طيب يا حوش يفيدنا هذا بالله عليكم ماذا يفيدنا هذا الهدهد كان ذكر ولا أنسى النملة كان ذكر ولا أنسى وماذا يفيدنا هذا التنطع يا متنطع يا مسكين لو سألناك عن نواقد الوضوء لجلست تحك رأسك مثل المقمل ثم قلت اعطيني إجابتين واحذف لنا واحدة أو قلت نستعين بصديق اسأل عما ينفعك يا أخي اسأل عما يرفعك اسأل عما يقربك إلى الله عز وجل زلفة ولذلك كان السلف لما يأتيم هؤلاء المتنطعون يضربونهم بالقباقب ويطردونهم من مجالسهم جاء رجل الإمام مالك قال يا إمام الرحمن وعلى العرش استوى ما معنى الاستوى وهذا بسنة طويلة عند الذهب قال فعلته الرحضاء جلس ضايق الإمام ولذلك سبحان الله اقرأ القرآن والسنة كلها لا تجد الصحابة سألوا يوم العصفات الله أبدا هل تجد هذا في السنة والقرآن يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام قتال في عمرهم مجوث سألوا قالوا إيش يد الله إيش تجري بأعيننا ما سألوا الأسئلة إنهم كان عندهم يقين جازم أنه يسعهم مواسع من سيد الأولين والأخين عليه الصلاة والسلام فقال الاستواء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أرينك إلا مبتدعا فأخرجوه شالوا وألقوا به خارج يشمزد أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تتأمل في فضاء المدينة المدينة لا يدخلها الدجال ولا رعب الدجال تتفق مع مكة في عدم دخول الدجال لكن تزيد على مكة إن حتى رعب الدجال ما يدخلها لأن على كل نقب من أنقابها وعلى كل سكة من سككها وشارع من شوارعها ضيقا كان أم فسيحا عليه ملك شاهر سيطر فأنتؤمن بالله وملائكته ملك يشهر سيطر وفي حديث الجساسة حديث فاطر بن أبي قيس عند مسلم حديث ثمين ابن أوس الزاري يقول قال الدجال لما لقيه في رحلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وَلَا أَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ ما ترسل مأكده فقال النبي هي طيبة هي طيبة هي طيبة لا يدخلها الدجال على كل نقب من أنقابها ملك شاهر إيش شاهر سيفه فَعُمْرَكْ مَا تَنِدُ الصَّحَابَةَ رضي الله عنه وَا قَامْ سَأَلُوا عَنْ هَذِهِ من مثل هذه الأشياء أبدا فقال أهل العلم فكما حفظ الله عز وجل حساً المدينة من فتن المسيح الدجال فإنه حفظها معناً من فتنة كل دجال فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أن تؤمن بالله وملائكته وأما ما ترونه أنهم يصوروا للملائكة على هيئة وجه وله جناحين ويقول لك هذا أفلان اتقوا الله يا أصحاب الفيسبوك اتقوا الله يا أصحاب تويتر اللئيم اتقوا الله يا أصحاب الواتس أب أو الواتس أم أو الواتس اليتيم اتقوا الله فيما تنشرون عبر هذه الوسائل من وسائل التقاطع اللا اجتماعي يرسم لك خطاً بين جبلين ويقول لك تا إيش الصراط وتحت إيش وتحت هنيران اتق الله أنت لا تعلم كنه الصراط أنت تأسأل الله عز وجل أن ينجيك من إيش من الصراط لأنها أدق من الشعر وأحد من السيف ولها خلاليف تخطف أصحابها وتلقي بهم في النيران والناس فيها مروراً كالريح الخاطف وكأجواز الإبل ومنهم من يكردسه ويكردس فيها أنت تدعو الله أن ينجيك من هول الصراط موت استهزئ وترسم مثل هذه الأشياء وهذا الكذب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه نؤمن بكل الكتب المنزلة على الأنبياء السابق نؤمن بالتوراة ليست الآن التوراة التي نزلت على موسى ليست المحرف الآن وبالإنجيل الذي نزل على عيسى وليس المحرف الآن وبصحف إبراهيم وإبراهيم وموسى وبالزبوري ونؤمن بالقرآن ثم نقول لا يوجد صحف المصطلحات هذه أسمعها كثيراً على ألفينة الناس يقول لك الدينات إيش الثلاث لا ما في دينات الثلاث ما في إلا دين واحد واش الدليل إن الدين عند الله الإسلام لكن في شرائع مرت ونسخت لكل جعلنا ميتم شرعة ومنهاجة في شرائع مرت وكلها من الذي نسخها ومهيمنة عليه نسخها القرآن والديانة ديانة إيش واحدة قال عليه الصلاة والسلام لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبع عليه هذا لما رأى ورقة مع سيدنا عمر صحيفة قال أموتهوكون أشاكون أنتم في أبنى الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعه أن تؤمن بالله وملائكه وكتبه ورسله جاء في رواية عن أبي ذر أن الرسل والأنبياء مجموعهم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي مئة وأربعة وعشرون ألفاً لكن هذه الرواية ليست رواية صحيحة على قول المحدثين لكن يكفينا أن نقول قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلق بها نذير يكفي أن نقول أيها الفضلاء المباركون كما جاء عن ربنا تبارك وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما الذين قصهم الله علينا في القرآن كم عددهم خمسة وعشرون جاء في تلك حجتنا الآية هادي واحد ثمين ثمين ثلاثة ثمين سورة الأنعام جاء فيها ثمانية عشرة نبي ارجع الآن افتح من وتلك حجتنا عدد الأنبياء تلقاهم ثمانية عشرة نبي في الثلاث آيات هذه قال الناظم وفي تلك حجتنا ثمانية عشرة يأتون إدريس آدم ذو الكفلي وعيسى وإهياس ويونس وبالمختار قد ختموا ثمانطاش وسبع يكونوا كم خمسة وعشرون ومنهم خمسة هم أولو العز جاء ذكرهم في سورتين في سورة وسورة الشورى شرع لكم من الدين موص به نوحا إلى آخره وهم ترتيباً نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم أولو العزم من الرسل وخاتمتهم وسيدهم ودرة تاجهم كنت لهم أباً وأماً فهذه تلك شيمة المعطاء هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبغي أن نذهب نقرأ في سيرته نجتمع بأبنائنا كل يوم نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الروض الأنف كما في سيرة ابن هشام كما في هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محب كما في مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب ينبغي أن يعرف أبناؤنا من هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا المفترض أن يكون أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مالك يوم الدين يوم القيامة إن الله عنده علم الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب من الذي يعرف هذا ما يعلم ذلك اليوم إلا ربنا عز وجل لكن الله جعل له أمارات وجعل له علامات كما يأتي معنا في نهاية هذا الحديث ذلك اليوم العظيم الذي يوم تبدر أرض غير الأرض والسماوات وتصبح أرضاً جديدة لم يعص عليها الباري قط لا أعلام فيها يرى أولها من آخرها ويرى آخرها من أولها ويتنزل الجبار ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملق يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرة كما صح حيث عيشة يبعث الناس يوم القيامة حفاتاً حراتاً غرلاً أي غير مختونين دهماً دهماً لا يملكون من مداع الدنيا شيئاً والعرق يتصبب منهم من يلجمه العرق الجاماً ومنهم من يبلغ إلى حقويه وإلى سرته ومنهم من يستظلوا تحت ظل عرش الرحمن يوم يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل والله يجعلنا أيكم من الذين يستظلوا تحت ظل عرش الرحمن المتصدق تحت ظل صدقته والعفيف تحت ظل عفتي في ذلك اليوم والذي كان عادلاً في إمامته والذي كان صادقاً في قوله والذي دعات المرأة ذات المنصب والجمال فقال إن يقاف الله رب العالمين والذي علق قلبه بالمسائج ليس بمباراة الكرة ولا بالأفلام ولا المسرحيات ولا المصارع الحرة ولا مصارعة المحترفين ولا هاتهوغن ولا مكدوغلس ولا فريزر ولا إيفاندر هوليفيل ولم يتعلق بكل هذه الأسماء التي تنقض الوضوء ثم الإيمان تعلق قلبه بماذا؟ بالمسجد إذا سمع النداء ترك ما في يديه من كل شيء وأقبل على ربي تبارك وتعالى يقول وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والقدر مراتبه خلقه وعلمه كتابته ومشيئته وإرادته تبارك وتعالى هذه مراتب القدر الأربع إن كل شيء خلقناه بقدر خلافاً لقول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف أي إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه كابرت كلمة تخرج من أفام يقولون إلا كذباً يعلم به قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة تبارك وتعالى والله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما أراده الله عز وجل وإن رجلاً ضلت ناقته يوماً فذهب لأحد الناس من المبتدعة وهو ما يعرف لكن شاف علي سيم السنة فظن أنه من أهل السنة فقال يا هذا لقد ضاعت وظلت دابة فادعوا الله عليه قال اللهم إنك لم تشأ أن تضيعها له والله ما فردها عليك معكز لجهمك ينكر المشيئة ولشادك له قال يا هذا لا أريد من دعائك شيئاً قال ولما؟ شوف الأعرابي شوف الفطرة السليمة قال إن كان لم يريد أن تضيع فضاعة قال ربما يريد أن ترجع فلا ترجع ولذلك أبو حاتم الراز في آخر لا مو أبو حاتم الراز هو آخر عقل العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال ضيعنا عمرنا في قيلة وقالوا هذا الراز أما أبو حاتم بن أبي حاتم الراز هذا من علماء الحديث الراز هذا الذي كان يتكلم بالفلسفة والكلام يقول أنه في آخر زمان هتاب وقال أنا على عقيدة سأني سبو عقيدة المرأة التي تعيش في مجاهير الدنيا والتي إذا سئلت أين الله قالت خالت في السماء وإذا قيل له يتون نعم على كل شيء قدير ليس هذور أصحابه الفلسفة الذين يخرجون من بوتقة ويدخلن في شرنقة ويمرون بمرحلة ويأتون الكلام هذا اللي ليس له أول وليس له آخر أسأل الله من يكبه وجوي حسنة وفقنا في الدين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدعنا وتوفيقنا وسدادنا ورشادا وما فقلت أمرنا ما تحب وترضى وخذ من وصمنا البرج والتقوى الله أولا أتخالك جمعا إذا قد غبرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا ثم صارك على المختار بالمضل المحمد الخير من يحفى وينتعل وآله الغر والأصحاب عن طرف فإنهم غرور الإسلام والحجم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر